موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في شهر مايو 2023 نشرت ثلاث حلقات متتالية هنا على القناة الرئيسية عن الانقسام الواضح في صفوف القيادة الروسية ما بين الشق الحكومي المتمثل في بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويرو ورئيس هيئة الاركان فاليري جراسيموف وما بين الشق اللي غير رسمي او اللي غير حكومي والمتمثل في بجيني بريجوجين وقواد باجنر الثلاث حلقات دول كانت عنوانهم كالتالية الحلقة الاولى كانت بعنوان انقسام الجيش الروسي الحلقة التانية كانت بعنوان بوتين الاحمق الحلقة التالتة كانت بعنوان هروب الجيش الروسي الحلقات دي كانت متتالية وغطنا فيها جميع تصريحات بجيني بريجوجين بالتفصيل وقلنا ان فيه صراع واضح جدا ما بين بجيني بريجوجين وسيرجيش ويرو وزير الدفاع تحديدا وربما ان الامر يتطور لانقلاب عسكري فيما بعد وقلنا بالحرف ان رئيس مجموعة فاجنر بيطمح ان هو يكون وزير الدفاع او يتم تخصيص صلاحيات اكبر من حاله بوتين علشان يكون هو رجل التاني في روسيا بعد فلديمير بوتين مباشرة انا فاكر كويس جدا التعليقات اللي كانت بتتكاتب من المناصرين لروسيا اللي كانوا بيقولولي ان دي مصرحية وانه مستحيل يكون فيه انشقاق ما بين القوات الروسية وان اللي بيحصل ده ما هو الا خدعة كبرى للغرب والاوكرانية بس انا ردت عليهم من خلال الحلقات اللي تم نشرها بعد كده وقلت ان قصة ان يكون اللي بيحصل ده ما بين قوات فاجنر والحكومة الروسية او الجيش الروسي تحديدا عبارة عن مصرحية اعتقد ان ده شيء مستبعد جدا وسازق جدا لان اصلا القوات الاوكرانية المدعومة من حلف الناتو والولايات المتحدة الامريكية مش قربية للدرجة دي ان هم يصدقوا المصرحية السزجة اللي الناس بتتكلم عليها ولكن زي ما بنقول الناس دي معزورة لانهم بقوا روس اكتر من الروسيين نفسهم او بالمعنى السائد ملكيين اكتر من الملك وبيدفعوا عن بوتين وروسيا اكتر من الروس نفسهم ما بيعملوا دي حاجة بصراحة انا عجزت ان نفهمها اللي بيحيارني دايما انه في قسم من العرب منتامي لروسيا اكتر من المواطنين الروس نفسهم وبيدفعوا عن بلاديمير بوتين باستماتة مع انهم مش روس ولا عمرهم حيكونوا روس ولا مستفدين من روسيا بشكل مباشر او حتى غير مباشر بأي حاجة لكنهم بيتفننوا في ايجاد الاعذار لبوتين والروسيا بطريقة غير طبيعية وغير معقولة كمان علشان كده كانت كل الحلقات اللي انا بنشرها وبيكون فيها انتقاد لبوتين او للجيش الروسي او لاي قضية سياسية تخص روسيا دايما كنت بتعرض للهجوم وللشتيمة كمان واني مش فاهم حاجة ده غير اللي بيتهموني انه سهيوني وامريكاني وامبريالي واوكراني وكل الصفات اللي ممكن تتخيلها واللي ما تتخيلهاش تقلت عني مع اني مش بعمل اي حاجة غير اني بنقل وجهة النظر الغربية زي ما بنقل وجهة النظر الروسية ولكن بعض المشاهدين عايزيني بس انقل وجهة نظر بوتين وروسيا فقط لا غير وكأننا هنا في قناة روسيا اليوم مثلا وده طبعا مش هيحصل لاننا من بداية الحرب قولنا اننا على الحياد وطالما اختارنا الحياد واختارنا ان احنا نقف على مسافة واحدة من الجميع فلازم نعرض وجهات النظر كلها بدون استثناء اصلا الحرب دي ما بين روسيا واوكرانيا يعني ما فيش طرف عربي فيها علشان انحازله على خلاف مثلا الحرب الاهلية اللي في السودان اللي بنحاز فيها بشكل كامل وصريح للجيش السوداني والدولة السودانية ضد انقلاب ميليشيات حميتي طيب تعالوا نشرح بقى باختصار ايه اللي حصل في روسيا بص يا سيدي فجأة كده وفي ساعة مبكرة من صباح يوم السبت اعلن قائد قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين ان قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روسطوف جنوب روسيا وهدت كمان بالتوجه لاحتلال العاصمة موسكو ده طبعا ضمنه مخطط بيستهدف الاطاحة بالقيادة العسكرية الروسية يعني انقلاب عسكري واضح للأعمى قوات فاجنر سيطرت على مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطروا كمان على المنشآت العسكرية في مدينة روسطوف ومدينة روسطوف دي هي معقل العمليات العسكرية اللي بتضور في اوكرانيا بما فيها المطار العسكري علشان يمنع سلاح الجو الروسي انه يقصفهم بعدها بشوية نقلت وكالة رويترز عن مصدر امن روسي ان مقاتلي فاجنر سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مقاطعة فوروينج اللي بتقع على الحدود مع اوكرانيا وتقريبا على مسافة 500 كم جنوب موسكو لو حضراتكم خدتوا بالكم فان فاجنر بدأت تسيطر على مراكز العمليات العسكرية الروسية اللي بتدير الحرب اللي في اوكرانيا وكمان على النقاط الاستراتيجية المهمة اللي على الحدود ما بين روسيا واوكرانيا وبعد اتمام السيطرة عليهم اعلنت قوات فاجنر ان هي بتحذر الجيش الروسي من اي مقاومة امنية او عسكرية وانهم حيرجعوا تاني لقواعدهم العسكرية في اوكرانيا بمجرد تحقيق العدالة طيب ايه بقى هي العدالة دي اللي هم عايزين يحققوها او تحديدا عايز يحققها يبجيني بريجوجين قائد القوات بتاعة فاجنر قبل اعلان قوات فاجنر السيطرة على مقار القيادة العسكرية في رستوف كان يبجيني بريجوجين نشر فيديو اعلم فيه انه حيتحرك من اوكرانيا الجنوب روسيا وقال انه حيكون معاه 25 الف مقاتل علشان يسيطروا على مدينة رستوف وانه ما فيش حد حيمنعه من فرض سيطرته على المدينة وانه هو وال25 الف مقاتل اللي معاه مستعدين انه هم يموتوا في سبيل اخضاع المدينة وبمجرد ما وصل خبر اجتياح قوات فاجنر لمدينة رستوف واللي كان متواجد فيها وقتها رئيس هيئة الاركام فاليري جي راسيموف قرر انه هو يسيب المدينة باللي فيها ويهرب على موسكو بمجرد ما سمع ان يبجيني بريجوجين جاي علشان يسيطر على مقار القيادة المركزية طيب فاليري هيرب ليه؟ ببساطة لان يبجيني بريجوجين كان عايز يقتله وهو وزير الدفاع سيرجيش ويرو لانه بيتهمهم بقصف قواعد قوات فاجنر اللي في اوكرانيا القصف ده اللي تسبب في قتل الاف من عناصر فاجنر بحسب الدعاءات يبجيني بريجوجين فبالتالي هو عايز ينتقم لججالته اللي ماته في اوكرانيا على ايد الجيش الروسي ده غير انه قال ان القيادة العسكرية المتمثلة في شويرو فاليري اتسببه في هزايم كبيرة للجيش الروسي في اوكرانيا لدرجة ان في الف جندي روسي من القوات المسلحة الروسية النظامية بيتقتلوا كل يوم في اوكرانيا انت واخد بالك من الرقم الف جندي روسي كل يوم بيتم قتلهم في اوكرانيا ده بحسب تصريحات رئيس مجموعة فاجنر يبجيني بريجوجيني طبعا بعد ادوروا القوات فاجنر في جنوب روسيا كان لازم يكون فيه اشتباكات وبالفعل تم نشر صور من طرف قوات فاجنر بيدعوا من خلالها ان هم قدروا يسقطوا مروحية وطائرة حربية كمان من ترسو خوي وفي نفس الوقت في قنوات اخبارية روسية نشرت فيديوهات بيقولوا انها لاستهداف الجيش الروسي بقافلة عسكرية تابع القوات فاجنر على طريق سريع في مقاطعة فورنيج اللي سيطرت عليها قوات فاجنر بحسب منائلة وكالة رويترز وعلى فكرة مدينة روستوف من اهم المناطق في روسيا على الاطلاق لانها اكبر منطقة في جنوب روسيا وبيسكم فيها حوالي مليون شخص وممكن في لحظة ان هم يتحولوا لدروع بشرية ورهاين تحت تصرف قوات فاجنر درير ان روستوف كمان مجاورة لشرق اوكرانيا على بعد 60 ميل تقريبا من الحدود الروسية الاوكرانية ده بالاضافة انها مركز لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية اللي المفروض ان هي اللي بتتحكم في القوات الروسية اللي حتتصدى لأي هجوم اوكراني مضاد محتمل يعني ان الاخر روستوف حاليا اهم من موسكو ذات نفسها لان لو تم تدميرها فده معناه تدمير الجيش الروسي اللي موجود في اوكرانيا مباشرة وطبعا الاحداث والاشتباكات دي كان لازم يكون لها صدوة في موسكو علشان كده ظهر فلاديمير بوتين على التلفزيون الرسم الروسي وقالقى كلمة للشعب الروسي قال لهم فيها حرفيا ما يليه ان الذين نظموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد رفاق في القتال خانوا روسيا ورد على ذلك سيكون صارما وقاسيا لقد تم جر قوات فاجنر لمغامرة اجرامية عبر التمرد المسلح لتحقيق مصالح شخصية بوتين كمل كلامه قال ان اي اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا للدولة الروسية وهي بمثابة صفعة للشعب الروسي ولذلك فان روسيا اليوم تخوط قتالا صعبا من اجل مستقبلها وهذا يتطلب ترك كل ما يضعفها لكن بريجوجين رد عليه من مقاره في مدينة رستوفو قال له ان رئيس بوتين مخطئ بشكل كبير فيما يخص خيانة الوطن نحن وطنيون والذين يعارضوننا اليوم هم الذين تجمعوا حول الحثالة هو يقصد شوير وفاليري كما اننا لن نسلم انفسنا سواء بناء على طلب من الرئيس او جهاز الامن الفدرالي او غيرهما هل حضراتكم فاكرين ان الحكاية خلصت على كده؟ طبعا لا يفجيني بريجوجين كان بالكلام وقال تصريحات خطيرة جدا وكانت نصا كما يلي لا نريد ان تعيش روسيا لفترة اطول في ظل الفساد والاكاذيب ان بوتين اختارت طريق الخطأ وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد ونحن مستعدونا للموت لتحرير الشعب الروسي كده الحرب بدأت رسمي ما بين بوتين ويفجيني بريجوجين اللي من الواضح كده ان حامدتي كان الملهم بتاعه في التحرك ده دلوقتي بوتين وبريجوجين كل واحد فيهم ناوي يخلص على التاني لان المعركة دلوقتي اصبحت معركة حياة او موت مفيش حد فيهم حيسيب التاني يعيش يا داي موت ده يا داي موت ده لكن اللي يقدر على التاني بقى هيقتله طبعا من الاخر يعني على فكرة لسه الحكاية في اولها ولسه مبدأناش التغطية للانقلاب العسكري القوات فاجنر اصلا احنا لسه بنستفتح وبنقول يا هادي علشان كده ياريت حضراتكم تتابعوا كل الحلقات اللي احنا ننشرها اول باول على مدار الساعة ان شاء الله وياريت برضو حضرتكم تشاركوني باراقكم في التعليقات يا ترى مين اللي ممكن ينتصر في الحرب المشتعلة دي ما بين بوتين ويبجيني بريجوجيني هل فعلا قوات فاجنر تقدر ان هي تسقط النظام هو اللي الجيش الروسي المهول حيصحق قوات فاجنر وينهي التمرد ده من اساسه السؤال الاهم او السؤالين الاهم هل تعتقد ان رئيس مجموعة فاجنر بيتصرف من دماره ولا بتنسيق مع الغرب وايه مصير العمليات اللي كانت بتقوم بيها مجموعة فاجنر لحساب الحكومة الروسية في الدول الافريقية هل حيتحول الشغل ده لحساب المجموعة وبس وبناء عليه تقدر ساعتها المجموعة ان هي تتصرف باريحية في السودان وتدعم حمدتي بشكل صريح بعد ما تخلصت من التبعية الحكومية الروسية شوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر